مع إياد دهماني عدد كبير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا تصريحات متاع أنه هذا مؤشر أنه تونس ماشية إلى نادي باريس دونك خلنا نرجعوا ساعة باش نوضحوا المستمعين بتاعنا شنو نادي باريس نادي باريس هو معناتها هيئة أدوك خلنا نقوله معتهم معندهاش وجود قانوني ماشي منظمة دولية تابعة للونيو ولكن هي هيئة يجتمعوا فيها 22 دولة اللي هما من أكثر الدول المانحة أو المقرضة في العالم واللي كيف يجتمعوا باش يدرسوا موضوع دولة راهوا يتعلق بدول عاجزة على تسديد الديون الخارجية متاعها دونك هو نادي باريس يعمل إعادة جدولة للديون هذيك على أساس اتفاقيات تصير حول إصلاحات يكون أطراف فيها الدولة المعنية نادي باريس وصندوق النقد الدولي دونك بيسير نعرفه إصلاحات شو معناتها يعني تقشف يعني حاجات موجعة ومؤلمة هذيك علاش برشة كلام صار على الموضوع هذيك يبقى سؤال واللي برشة البارح تطرح هل إنه زيارة السيد إمانيول مولان إلى تونس تعني إنه تونس ذهب إلى نادي باريس ولا لا هذيه هو السؤال قبل ما نجاوب عليه باش نوضح إنه روي الجدل هذيه صار لإنه ما صارتش كومينيكاسيون الخبار خرج البارح في موقع أجنبي اللي تحدث على الزيارة هذيه والسلطات التونسية والحكومة التونسية من لول ما حكيتش عن الموضوع هذيه واللي التبرير متاح يقول كريه هذيه زيارة تقنية معناتها مسألة عادية إنه مديرين عام الخزينة الفرنسيسي يجي والتونس لطبيعة العلاقات بيناتهم وهذا كعلاش اونابا كومينيكي ولكن الظرف العام والصعوبات المالية وليشوف نها مشاكل الشهاري والمشاكل المديونية وغيره خلى الناس تهتم بالزيارة هذي أكثر من السابق هل إني تونس بش تمشي إلى نادي باريس ولا لا يزم نعرفه إنه تونس اليوم مهيش في وضعية اللي هي عاجزة الآن في اللحظة هذه وإلا في الأشهر القليلة جاية بيش ترجع الديون الخارجية الحمد لله يا ربي ماناش في الوضعية هذه دونك أنا في تقديري وحتى حسب ما تأخذناه من مصادر رسمية راهوا الموضوع مهوش مطروح بالكل اليوم ذهاب تونس إلى نادي باريس علاش؟ على خاطر كنشوفوا أحنا الديون حكينا عليهم تواعينا نهارين والثلاثة يمين الديون اللي يلزم تونس ترجعها في 2022 نلقاوا إنه معانتها مفمش أرقام كبيرة في علاقة بالديون الخارجية معانتها في الأشهر القريبة الجاية واثنين تشوفوا الاحتياطي متاع البنك المركزي من العملة الصعبة نلقاوا يغطي مالعليش يحكي وإنا يقولون المشاكل بش تبدأ من شهر مارس المشاكل على المستوى الداخلي راهوا معانتها ديما خلنا نرجع الناس تحكي الدولة تفلس دولة تفلس راه معمورها مدولة تفلس بالعملة داخلية متاعها معانتها تونس راه مثلا قدر له كي ندخل في السيناريو دي معمورها ما تفلس بالدينار عليش على خاطر هي كان بيش تغطي النفقات متاعها بيش تخلصهم بالدينار وجور ولا ديفورني سورت وينسا ولا غيرهم راهوا ذاك فما البنك المركزي اللي يطبع العملة واللي هو ينجم فيه يخلق مشاكل أخرى يخلق تضخم وغيره ولكن ديما اتخلص المشكل الدول اللي يتفلس راه يتفلس بالعملات الأجنبية وقت اللي ما تنجمش تخلص ديون متاعها وإلا ما تنجمش معانديش دوفيز بيش تشري الماتير برميار متاعها بيش تشري البترول بيش تشري مازال معقول عنا في حدود قريب أربعة شهور معانيتها احتياطي عملة صعبة السؤال متاع انه من خلصوش البرة راو مهوش متروح ديوننا الخارجية مهوش متروح هذك عليش ما نجموش نحكيه الآن على إفلاس وما نجموش نحكيه على إنه تونس بيش تمشي إلى نادي باريس بقى إنه راهو هذا زادك كيف كيف ما يعنيش إنه الأمور على الأمورنا لا بس لا الوضع متاعنا صعيب وسيناريو كيما هكا اللي هو اليوم مهوش متروح راهو ينجم يكون معانتها في مستوى متوسط متروح لإنه عنا صعوبات اليوم في تمويل الميزانية وفي الحصول على تمويلات هذك عليش اليوم قبل ما نحكيه على نادي باريس راهو فما محطة اللي هي يلزم ننجحوا فيها باش ما نمشيوش لنادي باريس اللي هي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي هو باش يسمح لنا بتمويل الميزانية والقيام بالإصلاحات الضرورية دونك اليوم معانتها في تقديري فما دو ديسكور اللي هما الزوز غالطين فما اللي يخرج يقول لك لا أمورنا لباس وعادية وكذا وهذا كله تهويل هذا كلام غالط وفما شكوني يقول لك رأنا ماشيين لنادي باريس وامورنا معانتها ساي الدولة فلسط هذا زادة كيف كيف كلام غالط أحنا في مبلاصة في الوسط الدولة عندها صعوبات صعوبات كبيرة ما زالت ما وصلتش إلى مرحلة إنها ما تنجمش تخلص ديونها ولكن عندها صعوبات في إنها تفي بالتزاماتها الداخلية في الأجور في الفرنسور متاعها وغيرها وإنه إذا ما لقيناش حل التمويل الميزانية باش نتلزو في القريب العاجل إلى ما يسمى الفينوس موامونيتار معانتها التمويل النقدي واللي نجم نقوله طبعاً لفلوس واللي هو يخلق مشاكل اللي هي مشاكل التضخم وما ينتج عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة في البلاد دونك اليوم يلزمنا قبل ما نبدأوا نعاية وقلوا نادي باريس نشوفوا الإصلاحات هل فم إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات هل فم إرادة سياسية باش نمشيوا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونخرجوا منها من هدايا أبار الإرادة طبعاً نجدوا كل إرادة هاي موجودة مش شوير لهم يقرلوا زادة بشعة لا أنا مش الإرادة وحدها تكلم لا الإرادة شو معنت الإرادة هو أنه نعملوا برنامج يكونوا شركائنا سواء الاقتصاديين وإلا المؤسسات هل عندك حساس إيادة اللي قاعدين ماشيين فيه نحن طبعاً هدية للأسف ما فيماش إلى حد الآن مؤشرات معتك كترات وليسوانس قاعدين نغاليوا فيه باباه هذه خطوة ولكن محدها غير كافية معتك حسيت اللي ميت الخبز بدينا معتك بدينا كان عين رات عين ماراتش اللي حبي بيع يبيع اللي ميبيعش مبيعش وكفرمية تسعين فرمية ميتين بدينا ماشي نفاتني في قانون الجيباية مثلاً في قانون المالية أسك بدينا مابديناش مزلنا مابديناش الحاجات الأساسية الكبيرة الهيكلية المؤسسات العمومية مسألة الزرام بجدية مقترح مثلاً الحالة على التقاعد مقابل منحة ماشي كان هذية صار في قانون المالية ماريتوش أنتو كامر لا موجود في قانون المالية موجود في قانون المالية هاو خطوات هذية أسك إيه ولكن هل إنه هذاك بشي حل المشكلة ولهل إنه الإجراء ما تحسلي فمانية في تقليص عدد الموظفين تحسلي فمانية زادة في أنه الأجور مثلاً فماشي زيادات مرتقبة هذية كله هذا اللي طالبه هذية اللي طالبه صندوق النقد الدولي ولكن الحجم متاع كيفش نقوله أضعك الكلمة إنه الحجم متاع الإدخار اللي نجمون عملوه الاقتصاد ولا الإيكونومي اللي نجمون عملوها ما زال بعيد ياسر مما هو مطلوب من بلاد في وضعية تونس الاقتصادية هذيك عليش اليوم الإرادة السياسية هي أهم حاجة و يزينا نعرف أمين راهو مسألة واضحة جداً تونس محتاجة الإصلاحات والإصلاحات الدول العالم الكل اللي عاشتها راهي ما هي الشعبية نقوله إصلاحات ما هي الشعبية راهو فما ثمن سياسي بش يدفع هل إنه اليوم فما شكون قابل إنه يدفع الثمن السياسي هذي ويقول مصلحة تونس قبل الشعبية متاعي أنا هذي موجود ولا لا هذي هو السؤال الكبير بقى إنه نقعده فقط في العموميات متاع إنه هاو معناش فلوس هاو من جهة الناس اللي يتعارض تقول سيف لسنا ومن جهة الناس سنة في السلطة تقول لا أمورنا على العاد راهو ذي موش بش خرجنا من الأزمة يلزم نفكوا الموضوع ونطرحوا موضوع الإصلاحات بجدية بين نسكن ورحي موضوعي طالب صراحة أكثر من ربليك توا خطر ما أنت بصراحة يطلب ما أنت قاعدا ويقاعدوا نسكن يحتاجا جران دبار لا ويقاعدوا كل الاتحاد ويقاعد معهم لوتيكا ورئيس الجمهورية مع ذا يقاعدهم بعضهم مع وزير المالية ويتلاخ شوفوا هذا اللي يهم التوانسا اليوم بمرحلة أولى هو هذا